بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة لبكالوريا 2016 شعبة رياضيات رقم 2 أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقن الرياضي والرياضي لأنه تمرينه رائع قال 1 روماني 1 قال حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة Z2-2ZZ2 يسوي لنا 0 ثانيا قال جد العددين المركبين Z1 وZ2 حيث 2Z1-3Z2 يسوي لنا 5E جذر 2 ثم Z1-3Z2 يسوي لنا 2E جذر 2 الثاني 2 روماني قال المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعمد والمتجانس OEV قال النقط A وB وC وD وH لواحق A ولاحقتها على الترتيب ZA يسوي لنا E جذر 2 ZB يسوي لنا ناقص E جذر 2 وZC يسوي لنا 1ZE وZD يسوي لنا 1-E وZS يسوي لنا النسبة ZC-ZB على ZE-ZB حيث عندنا كذلك النقطة التي لاحقتها تحقق هذه العلاقة أن الشعاع D-E يسوي لنا 2-D-O قال أكتب ZR على الشكل الأسي واستنتج نوع المثلث B-E-C ثم ثانيا قال S تحويل نقاطي في المستوي يرفق بكل نقطة M لاحقتها Z فتحة حيث Z فتحة يسوي لنا ZA في Z زائد ZB قال ألف ما طبيعة التحويل S وما هي عناصره المميزة B قال أحسب مساحة الدائرة غاما التي مركزها C ونصف قطرها CD ثم قال عين غاما فتحة صورة غاما بالتحويل S واستنتج مساحتها ثم ثالثا قال عين سيغما مجموعة النقط M من المستوي A-M تختلف عن B و C ذات لاحقات Z التي يكون من أجلها العدد ZB-ZM على ZC-ZM يعني هنا Z أو ZM حقيقيا سالبا تماما إذن لنطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق الآن للإجابة على سؤال الأول طال الحل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة إذن نكتب هنا حل المعادلة ما هي المعادلة التي هي أمكم لكن الآن يطلبوا حلها في الأعداد المركبة ليس في الأعداد الحقية هنا مباشرة نفكر في المميز لهو دالتا يسوي لنا B مربع ناقص 4 في A في C لهو يصبح لنا ها هو الB لهو ناقص 2 مربع يصبح لنا 4 ناقص 4 في A في C تصبح لنا تسوي لنا 4 ناقص 8 وتسوي لنا ناقص 4 لكن دالتا إذا كان يسوي لنا ناقص 4 لما كنا في الأعداد الحقية كنا نقول لا يوجد حل لكن في الأعداد المركبة كل ناقص يمكن أن يعوض بE مربع فتصبح لنا 4 E مربع ومنه جذر دالتا كم يسوي لنا 2 لماذا أبنائي لأن الأربعة تخرج بالجذر من 2 والE مربع تخرج لنا بE يصبح للمعادلة حلال تصبح لنا زاد إذا سميناها الأول زاد والآخر نسمي زاد فتحة تصبح لنا زاد يسوي لنا ناقص B انظروا ناقص B يعني تصبح لنا ناقص 2 ناقص جذر دالتا على 2 فئة فتصبح لنا هذا مع هذا لاحظوا ناقص B هو يصبح لنا هنا زائد نعتذر ناقص 2 مع الناقص يصبح لنا زائد تصبح لنا لما نختزل هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا زاد إذا سميناها تصبح لنا 1 ناقص E زاد فتحة سميتهم هكذا تفاديا الذي يأتي بعده تصبح لنا مرافق وهو 1 زائد E فيصبح لنا S يسوي لنا مع جمعة الحلول هي زاد وزاد فتحة فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الآخر قال جد العددين مركبين Z1 وZ2 حيث أعطيت لنا هنا جملة 2Z1-3Z2 يسوي لنا 5E جذر 2 وZ1-3Z2 تسوي لنا ناقص 2E جذر 2 إذن نكتب هنا إيجاد العددين Z1 وZ2 هنا ما علينا إلا حل هذه الجملة ركزوا هنا لو نأتي الآن إلى هذه الجملة ونقوم بعملية الجمعة بالجمعة ماذا نجد 2Z1-Z1 كم تعطي لكم تعطي لكم 3Z1 وهذا مع هذا ماذا يحدث يذهب نموة مختلفة تصبح لنا تسوي لنا 5E جذر 2 ونقص لها 2E جذر 2 تصبح لنا 3E جذر 2 ومنه Z1 يسوي لنا هكذا 3E جذر 2 على 3 يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا Z1 يسوي لنا E جذر 2 فقط حدتم هذا فيما يخص Z1-Z2 بنفس الخطة يمكن أن نأتي بهذه القيمة ونعوضها في المعادلة إما الأولى إما الثانية أنتم اختاروا أي واحدة شئتم فتصبح لنا ماذا تصبح لنا E جذر 2 زائد 3E عفوا ثلاثة نعتبر نقول ثلاثة ثلاثة زائد 2 يسوي لنا ناقص 2E جذر 2 ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا ثلاثة زائد 2 يسوي لنا ناقص 2E جذر 2 ناقص E جذر 2 تصبح لنا ثلاثة زائد 2 يسوي لنا ناقص 3E جذر 2 ومنه تصبح لنا زائد 2 يسوي لنا هذا بما أنه ينتقل هنا إلى المقام بما أنه ينتقل تصبح لنا ناقص 3E جذر 2 على ماذا على ثلاثة يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا زائد 2 كم يسوي لنا ناقص E جذر 2 فقط إذن ها هو الحل وها هو الحل فقط لهذه الجملة فقط أبناء نأتي بعدها إلى السؤال الهندسة قال إثناني روماني المستوي المركب بالمنسوب إلى المعلام متعامد المتجنس OEV قال النقط A و B و C و D و A لاحقتها على الترتيب عندنا ZA يسوي لنا E جذر 2 ZB يسوي لنا ناقص E جذر 2 ZC يسوي لنا واحد زائد E و ZD يسوي لنا واحد ناقص E و ZS يسوي لنا نسبة ZC ناقص ZB على ZE ناقص ZB عندنا وحيث E عندنا كذلك لها علاقة شعية التي تحقق ماذا تحقق لنا D E يسوي لنا E 2 D O اكتب ZH على الشكل الأسي إذن هنا قبل أن نتحدث عن كتابة ZH إذن نكتب هنا عنوان أولا كتابة ZH على الشكل الأسي عندنا نحن الزد H هو هذه النسبة التي تلاحظنا هنا ها هي أمامكم لكن لا ننسى شيء ابنائي أنو لما نبحث عن شيء أنه ZE هنا يوجد و ZE هنا لا يوجد لنا عنده لاحقة إنما عنده علاقة شعية أولا علينا أن نستخرج شيء أولا إيجاد لاحقة D إذن نقول هنا إيجاد زاد من لاحظوا جيدا إيجاد زاد نحن نملك هذه العلاقة الشعية هذه D يسوينا 2 D بما أنه شعى فصبحنا هذا ماذا ينتج ينتج أنه النهاية هي Z U ناقص Z D يسوينا 2 Z U ناقص Z D لم أفعل شيء حتى الآن لكن لكن Z U معروف أنه كم إنه لاحقته صفر فيصبحنا Z U ناقص Z D يسوينا بما أن هذا كل ينقذ ذهب لأنه صفر أضرب هذا في هذا سوف لا أتعجل في 2 في ناقص Z D تصبح لنا Z U يسوي لنا ماذا هذا في هذا يعطي لنا ناقص 2 Z D ولما أنقل هذا إلى هذا الطرف تصبح لنا زائد Z D فماذا ينتج لنا أنه Z U يسوينا ناقص ماذا Z D أي أنه Z U نذهب إلى ماذا إلى لاحقة النقطة D ها هي أمامكم ونضربها في ناقص لما نضربها في ناقص سبح لنا ناقص 1 زائد E نكتبها بخط أوضح قلت سبح لنا ناقص 1 زائد E هذه هي لاحقة النقطة A لأن بعدها سوف نعوذ بها لإيجاد S الآن تعالوا ننطلق رويدا رويدا لنبحث لكن هنا أبنائي ما أحدركم تابعوا معي جيدا فيما يخص الحساب لأنه يحتاج إلى حساب ولهذا ما نرجوه منكم إلا أنكم تتبعون نقطة نقطة تصبح تساوي نضع الخط هكذا ونأتي زاد E نحن نملكها ها هي الزاد E انظروا ناقص زاد B الزاد B ها هي أمامكم انظروا ها هي الزاد B الناقص عندنا هذا ناقص وعندنا هنا ناقص سبح لنا زائد سبح لنا زائد E الجذر 2 البسط عندنا ما هو زاد C ها هو زاد C لهو 1 زائد E ناقص ماذا ناقص زاد B الزاد B مع الناقص والناقص هذا الذي هو وجود هنا في القانون نصبح لنا زائد E الجذر 2 نتابع جيدا الآن بعدما أنهينا مع هذا سوف نفكر الآن في شيء اسمه المرافق قبل أن نتحدث عن المرافق هنا سوف نلاحظ بعض التغييرات التي سوف نحدث عليها في الكتابة البسط أتركه كما هو أما المقام فهناك بعض التغييرات تحدث البسط هو واحد قلنا زائد E زائد E جذر 2 أما المقام فيصبح لنا ناقص 1 زائد نفتح قوس E ونستخرج من عندي هذا وهذا E عن مشترك فصبح لنا 1 زائد جذر 2 هكذا لم أفعل شيء حتى الآن الآن نفكر في المرافق المرافق يؤثر على ماذا هكذا المرافق معروف أنه يؤثر على الجزء التخيل ليس على الجزء الحقيقي لاحظوا ها هو العدد سوف الآن نضرب في مرافقه مرافقه ما هو أبني قلنا يؤثر على الجزء التخيل لمعناه هنا يؤثر أما الجزء الحقيقي يتركه كما هو إذن هذا هكذا نأتي الآن إلى البسط بما أنه ضربنا في المقام في المرافقه فنعوضه كذلك في البسط بحلنا ناقص 1 ناقص ونفتح قوس هنا في 1 زائد جذر 2 لم أفعل شيء إنما هذا المقام ضربته في مرافقه بما أنه ضربته في مرافقه أخلفه كذلك تقول قاعدة إذا ضربنا الكسر في المقام نضربه كذلك بس في نفس العدد ثم ننطلق الآن في عملية التنشر أول شيء المقام سوف يعطي لنا هذه العبارة لاحظوا المقام إذن تصبح تساوي لنا هذا مربع ناقص زائد هذا مربع في الأصل تصبح لنا ناقص ركزوا أرجوكم أعطيكم مثال لو يعطينا 1 ناقص مثلا إي نضربه في مرافقه 1 زائد إي هذا المثال هذا في هذا كم يعطي لنا يعطي لنا 1 ثم هذا في هذا زائد إي وهذا في هذا ناقص إي وهذا في هذا يصبح لنا ناقص إي مربع لاحظوا القاعدة أنه هذا وهذا يذهب زائد هذا هو ناقص واحد والناقص بحينا زائد واحد كم تعطي لنا تعطي لنا 2 ما معناه ما معناه معناه ماذا ممكن أن نستنتج الاستنتاج هو أن تضع هذا مربع في العدد المضروف في الإي مربع زائد بينهم لماذا؟ لأن الناقص هو الذي حولهم إلى زائد فلنتابع جيدا إذن هنا ماذا يعطي لنا؟ مباشرة يصبح لنا هذا مربع زائد هذا مربع قلت في الأصل ناقص لكن الإي مربع يجعلها زائد فتصبح لنا واحد زائد واحد زائد جذر إثنان الكل مربع هكذا الآن نأتي إلى البسط البسط هنا كم يجد لنا من حد أولا يمكن هذا النقص أن الإي يمكن هذا الإي قلت أنشره على هذا فماذا تصبح لنا الكتابة؟ تصبح لنا ناقص هكذا ركزوا ناقص إي لاحظوا نقطة نقطة ولا تتعجلوا لأنه قضية قضية حسابات وهنا ناقص إي يعني هذا نشرته على هكذا على أخوتي كم يجد لنا من حد واحد اثنان ثلاثة وهنا واحد اثنان ثلاثة معنا ثلاثة في ثلاثة يعني نجد تسعة حدود ركزوا ننطلق الآن ننطلق فيما يخص عملية النشر رويدا رويدا إذن فلنتابع جيدا إذن ماذا ينتج؟ عندنا واحد في ناقص واحد كم؟ أكيد ناقص واحد ثم عندنا كذلك نضربه في ماذا؟ في ناقص واحد في ناقص إي سبح لنا ناقص إي ثم عندنا واحد واحد في ناقص إي جذر إثنان سبح ناقص إي جذر إثنان ثم عندنا الآن مع الإي الإي في ناقص واحد ناقص إي ثم الإي في ناقص إي سبح ناقص إي مربع لهو واحد ركزوا ثم عندنا الإي في ناقص إي جذر إثنان سبح لنا كم؟ ثم الآن نكمل مع هذا ثم عندنا كذلك الجذر إثنان في ناقص إي جذر إثنان الجذر إثنان في جذر إثنان هو إثنان والإي في الإ هو الناقص والناقص ثم الآن نكمل معنا ثم الآن زائد إثنان نعد الحدود هل هي تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن إن شاء الله نكون على سواب أولا لا نتعجل أولا عندنا هذا قد ذهب مع هذا نتابع جيدا إذن نكمل الأبناء لاحظوا وعندنا أولا نأتي إلى العدد الحقي عندنا هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا إثنان وجذر إثنان وجذر إثنان تصبح لنا إثنان جذر إثنان تصبح تساوي نضع خط كسر هكذا إذن تصبح لنا المقام يمكن أن ننشره تصبح لنا مربع الأول لاحظوا جيدا تصبح لنا أو نتركه كما هو واحد زائد واحد جذر إثنان الكل مربع نأتي الآن إلى البسط الجزء الحقيقي قلنا يصبح لنا إثنان زائد إثنان جذر إثنان لاحظوا قل يصبح لنا جذر إثنان هكذا نأتي الآن إلى الجزء التخيلي الجزء التخيل لو نلاحظ ناقس إ والناقس إ صبح لنا ناقس إثنان إ وناقس جذر إ ناقس إ جذر إثنان وناقس إ جذر إثنان فتصبح لنا العبارة ما تسوينا تسوينا ناقص إثنان إي ناقص إثنان إي جذر إثنان لم أفعل شيء حتى الآن إنما جمعت هذا مع هذا وماذا وهذا نلاحظ جيدا وقلت وهذا مع هذا هكذا لهذا في الأول قلت عليكم أن تنتبهوا معي لأن فيه حسابة هنا جد معقدة تصبح لنا الآن نأتي إلى ما رأيكم إلى هذا هنا هذا العدد هذا العدد لو نستخرج منه إثنان عام مشترك ثم هذا كذلك ما رأيكم أن نستخرج الناقص إي عام المشترك ناقص إي عام مشترك استخرجوا من عند هذا وحتى أن لا لساين أن نستخرجوا الناقص إي نستخرجوا ناقص إثنان إي عام المشترك لاحظوا أرجوكم استخرجوا هنا ناقص 2i وهنا ناقص 2i كعام مشترك وبناقص مع الناقص كذلك أكيد يبقى لنا 1 زائد جذر 2 إن لم تصدقوا أعيدوا النشر هذا في هذا يعطينا ناقص 2i وهذا في هذا يعطينا ناقص 2i جذر 2 المقام يمكن أن ننشره صباح لنا 1 زائد مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو جذر 2 مربع هو 2 زائد ضعف الجداء لاحظتم سوف نكمل الآن الحساب تصبح تساوي بعدها نضع هكذا وننطلق أولا ما رأيكم أن نستخرج 1 زائد جذر 2 عام مشترك أو نستخرج حتى الاثناني 2 في 1 زائد جذر 2 كليا يمكن أن نستخرجه عام مشترك كيف 2 في 1 زائد جذر 2 عام مشترك ماذا يبقى لنا بالداخل لو نستخرج هذا ننزعه من هذا المكان أكيد يترك لنا واحد ليس صفر وهذا لاحظوا ونستخرج هذا الذي ألاحظ تحويطه هنا كعام مشترك يترك لنا ناقص ها هو الشيء الذي يبقى لنا في البسط المقام تصبح لنا 4 زائد 2 جذر 2 هكذا يمكن كذلك في المقام أن نستخرج الاثنان عام مشترك معناه لو نستخرج من هنا 2 كم يبقى لنا؟ أكيد يبقى لنا هنا 2 ولو نستخرج من هنا 2 يبقى لنا جذر 2 ونستخرجهم هنا يذهب هذا مع هذا مباشرة يعني سوف نختزل من هنا 2 ومن هنا 2 لكن نزيد التفكير مرة أخرى أننا نضرب المقام في مرافقه المقام لهو يصبح لنا 2 ناقص ناقص جذر 2 ونضرب هنا كذلك في 2 ناقص جذر 2 لاحظوا فماذا ينتج؟ أركز لهذا في الأول طلبت هذا النوع من التركيز تساوي بعدها نكبر حتى الآن لم نصل بعد الآن ركزوا معي بما أن هذه متطابقة شهيرة هي A زائد B في A ناقص B يساوينا مربع الأول وهو كم 4 ناقص مربع الثاني جذر 2 لما يربع يصبح لنا ناقص 2 نأتي الآن إلى البسطة هذه العبارة هنا باللون الأحمر نتركها كما هي لهي هكذا لهي ماذا؟ هي واحد ناقص E نتركها كما هي وننطلق لننشر هذا في هذا كم؟ تصبح لنا 2 ثم مضروبة في هذا تصبح لنا زائد ماذا؟ 2 جذر 2 ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص جذر 2 ثم هذا في هذا الجذر 2 في جذر 2 هو 2 والناقص ثم ناقص 2 لاحظوا ها قد ذهب هذا مع هذا بقيت لنا الأمر يبقى لنا في البسط كم؟ يبقى لنا جذر 2 فقط لأنه ثم ناقص جذر 2 ثم ناقص جذر 2 ثم ناقص جذر 2 ماذا يساوي؟ صبح يساوينا جذر 2 على 2 ناقص جذر 2 على 2 ها قد الآن استخرجنا ماذا؟ استخرجنا الشكل الجبري لهذا الزد أش بعدما استخرجنا الشكل الجبري الآن يمكن أن نستخرج له الطاولة والعمد الذي نعطي له الشكل الأسي إذن فتصبح لنا زاد أش كطاولة ماذا يساوي؟ يساوينا هذا مربع يصبح لنا تحت الجذر هكذا معناها الجذر هذا لما نربعه يصبح لنا كم؟ يصبح لنا 2 على 4 زائد هذا لما نربعه لأن الطاولة تجدنا فيها إلا الأمر مجابة تصبح لنا 2 على 4 تصبح لنا 4 على 4 تحت الجذر كم تساوي؟ يصبح لنا 1 إذن زاد أش كطاولة وجدناها واحدة ناتي الآن إلى كوس تيطا أش يصبح الحقيقي على الطاولة نصبح لنا جذر 2 على 2 ناتي الآن إلى سينيس تيطا أش يصبح التخيل على الطاولة التي هو ناقص جذر 2 على 2 لو ناتي الآن إلى الآلة الحاسبة بدون أن نعطي لها الناقص قلت لا تعطوا لها ناقص فتعطيكم فسوف تعطيكم زاوية قدرها 45 درجة يعني P على 4 لو نأتي إلى المخطط الذي تحدثنا عليه مرارا والتكرار قلنا هنا نقول ألفا وهنا P ناقص ألفا وهنا P زائد ألفا وهنا قلنا ناقص ألفا ما هي الألفا هي التي تعطيها لك الحسبة لكن إذا وجدتم هنا ناقص لا تعطوا هذا الناقص أعطوا لها القيمة بالقيمة مطلقة الآن الزاوية ألفا هنا لتعطيكم الحسبة ها هي هي P على 4 معنى هنا نصبح هنا P على 4 وهنا P على 4 وهنا P على 4 وهنا P على 4 الآن الكوس كيف هو هذا كيف هو موجب ها هو والجزء التخيلي سالب انظروا أيهي إنها ناقص P على 4 جاءت في ذلك الفرع جاءت لما جمعنا هكذا وهكذا جاءتنا في هذا الفرع فاصبح لنا T طار يسألنا كم؟ يسألنا ناقص P على 4 معناه يصبح لنا الشكل الأسي لهذا ZH إذن يصبح لنا ZH يسألنا الطاولة وجدناها واحد يصبح لنا أسية ناقص P على ماذا؟ على 4 إنه الشكل الأسي لهذا العدد المركب ZH فقط أبناهي نأتي بعدها إلى السؤال الهندسي قال واستنتج نوع المثلث B بي أسي بي أسي إذن نكتب هنا استنتاج طبيعة المثلث من هو المثلث؟ بي أسي لاحظوا جيداً نحن ماذا وجدنا؟ وجدنا أن النسبة هذه هذه النسبة لاحظوا وجدناها أنها تساوي لنا بالشكل الأسي أسية ناقص E P على 4 ما هو التفسير البياني لهذا الأمر؟ أو الهندسي هذا يعني أنه إذا وضعنا هنا الطاولة نضع هنا الطاولة فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن نصبح لنا هكذا أركزوا يصبح لنا هذه زاد أ نقز زاد به هو الطول بي أ دائماً النهاية هنا البداية وهنا تصبح لنا بي سي يساوي لنا طاولة هذا العدد كم وجدناها؟ وجدناها واحد فماذا يعني؟ يعني لو نستعين الجداء الطرفين في جداء الوساطين تصبح لنا بي سي هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا معناه بي سي ماذا يساوي؟ يساوي لنا بي أ أما العمدة لم تعطي لنا أي شيء ما الذي أعطي لنا الأشياء هو الطاولة الطاولة أنه مثلث فيه ذلعاني متقيساً كيف نسميه؟ نقول ومنه المثلث فيه ذل هذا وذل هذا متقيساً نقول المثلث من هو؟ بي أ سي كيف هو؟ متساوي الساقين لو كانت مثلاً مكتوبة هكذا وجدنا هكذا أسية ناقص E P على 2 هنا الطاولة 1 متساوي الساقين والزاوية 90 درجة أو من مضعفة 90 درجة فهو متساوي الساقين وقائم تخيل لو وجدنا كذلك أعطيكم الحالات لو وجدنا أسية E P على 3 الطاولة 1 متساوي الساقين والزاوية 60 درجة فهو متقيس الأضلع اسمعوها متقيس الأضلع تخيل لو وجدنا 2 مثلاً في أسية E P على 2 بما أن الطاولة هنا لم تعطينا 1 لا يمكن أن يكون متساوي الساقين ولا متقيس الأضلع لكن الزاوية جعلته كيف هو؟ الزاوية قالت إنه قائم أين هو قائم في النقطة التي تذكر في البسط والمقام فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الآخر قال أستحوي النقاط في المستوى يرفق بكل نقطة M ذات لاحقة لاحقتها Z ما معنى معنى تتفهم جيداً معنى هذه M لاحقتها ما هي Z يعني هذه M إحداثيها X و Y حيث Z يسوي X زائد E Y كلمة لاحقة معنى لما نتحد بالأعداد المركبة نقول لاحقة فقط مجرد كلمات ليس السابقة السابقة شيء أما اللاحقة مجرد كلمات فقط هذه هندسياً وهذه جبرياً وانتهى الأمر الآن نكمل قال لاحقتها Z النقطة M فتحة لاحقتها Z فتحة حيث أعطيت لنا علاقة هنا Z فتحة يسمينا Z A في Z زائد B قال ما طبيعة التحويل الأسوأ نصيرهم مميزة إذن نكتب هنا طبيعة الطبيعة التحويل الذي اسمه S ركزوا هنا جيداً أولاً نأتي بالعبارة المركبة بهذا التحويل هذه تسمى العبارة المركبة كما نعلم أن أبناء العبارة المركبة لأي تحويل تكتبها كذا Z فتحة يساوينا A في Z زائد B المسؤول يعني طبيعة التحويل هو هذا A هنا أعطي لكم بعض الحالات سوف أشرح وهكذا 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 إذا كان هذا A يساوي كم يساوي واحد أكيد وA دائماً لا يساوي الصفر فإن التحويل يصبح لكم انسهاب شعاعه هو ماذا هو مركبات هذا العدد B فقط أما إذا كان A لا يساوي أولاً صفر وA لا يساوي كم واحد مع A عدد ينتمي إلى الأعداد الحقيقية مع اختلاف أنه لا يساوي صفر أو لا يساوي مثلاً يساوي ثلاثة أربعة خمسة ناقص جذة ثلاثة المهم ليس فيه A فإنه تحاكن نسبته ك تساوي A يعني A إما مجاب المهم A ومركزه زاد أوميغا يساوي النابي على واحد ناقص A نأتي الآن إلى الأعداد المركبة لأن هنا الأعداد الحقيقي مرة يساوي واحد ومرة لا يساوي واحد مع اختلاف صفر نأتي الآن لما يكون A ينتمي إلى الأعداد المركبة يعني فيه جزء التخيل مثلا ثلاثة زائد أو المهم من هذا القبيل نقول أنه أولا طاولة ساوي واحد إذا كان طاولة ساوي واحد يصبح لنا دوران أعطيكم مثال جذر اثنان على اثنان زائد ا جذر اثنان على اثنان لو نحسب طاولة هذا العدد سوف تجدون واحد فحسب وقد حسبنا من قبل وز اش وجدنا واحد فإنه دوران زاويته عفوا عفوا يعني هذا العدد الذي وجدناه نحن هنا لما حسبنا مثال اش وجدنا ناقص ب على اربعة سبح لنا هو مثلا دوران ب على اربعة وانتهى الامر لاحظوا نقطة نقطة تتعلم ثم بعدها ماذا سوف يحدث ركز اذا ومركزه هو هذا نأتي الى اذا لما يكون العدد مركب وطاولة وعد يكون دوران زاويته وارغ هذا العدد ومركزه دائما مثل ما يشبه التحاكي نأتي الى الحالة الاخيرة اللي هو انه ينتمي الى الاعداد مركب لكن طاولة هذه المرة لا تسوي واحد لان الواحد اخذها الدوران يصبح تشابه مباشر التشابه هذا مباشر ماذا عنده عنده نسبته ما هي نسبته هي القيمة المطلقة لك يعني هذا العدد ان مثلا اعطيت لنا هكذا حتى تفهم جيدا اعطينا ناقص اثنان اي طاولته هي اثنان اذا النسبة هي اثنان وزاويته وهي ارغ ا ومركزه يبقى لنا هو هذا مركزه هو زاد اوميغا يساوينا ب على واحد نقص هذه الحالات المعروفة على التحويلات النقطية الحالات الاربعة الان تعالوا ننطلق مع مثالنا هذا في هذا المثال ننطلق سبحانا زاد فتح يساوينا زاد ا ها هي امامك نأتي بها ونعوذها هنا نعوذها في معناه في مكان زاد سبحانا اي جذر اثنان في زاد الزاد ب هو ها هو هو ناقص اي جذر اثنان ناقص اي جذر اثنان ما نقلنا هو المسؤول المسؤول هو هذا انظروا لهو ناقص عفوا هو اي جذر اثنان هو عدد ينتمي الى الاعداد المركبة اولا طاولته لهو اي جذر اثنان لو نحسن طاولة هذا العدد الكثير يقول يا استاذ إنها اثنان لا يا ابناء يركزوا كل عدد تخيل سرف هذا عدد تخيل سرف طاولته ننزع له الناقص وال اي سبحانا هو جذر اثنان احذروا لأن الكثير يقول يا استاذ إنها الاثنان لا إنها جذر اثنان كل عدد نسمعوه تخيلي صرف إذا كان عنده ناقص مثلا نأتي إلى هذا ما هي طاولته؟ هي جذر إثنان وانتهى الأمر لاحظوا إلى هذا إنها إثناني ننزع له الناقص والإي ونتركوها كذا حتى نفهم إذن فأصبحت الطاولة كم؟ جذر إثنان وجذر إثنان لا يساوي واحد ومنه ماذا نقول؟ ومنه أستشابه مباشر يعني لما تجدوا فيه الإي الإي معناه واحد زائد إي المهم فيه الإي أولا يذهبوا إلى الطاولة إذا وجدتم واحد أعطوها للدورة إذا وجدتم غير واحد قلوا تشابه مباشر تشابه مباشر ماذا عنده عناصره؟ زائد أولا نسبته نسبته ك قلنا هي الطاولة الطاولة كم وجدناها؟ طاولة هي إثنان جذر إثنان وماذا وزاويته؟ كل عدد تخييلي سيف موجد زاويته بي على إثنان وكل عدد تخييلي سالب مثلا مثل هذا نقول ناقس بي على إثنان يبقى لنا ومركزه مركزه ومركزه زاد أوميغا عفوا نقول زاد أوميغا يساوي القانون ناقص بي ها هو البي ألم أقول أن هذا هو البي نعم بي ليس ناقص بي بي لهو ناقص جذر عفوا بي لهو ناقص اي جذر اثنان على واحد ناقص ا واحد ناقص ا الآ اين هو ها هو الآ لأن هذا آ زاد زائد بي ناقص اللي هو اي جذر اثنان نفكر هنا أكيد في شيء اسمه ماذا أبني إنه توحيد إنه المرافق تصبح لنا هكذا نضرب هنا فتصبح لنا واحد زائد اي جذر اثنان هنا بما أن ضربنا في المقام نضرب كذلك في البسط اللي هو واحد زائد اي جذر اثنان نكمل الآن عملية بعد ما تصبح لنا زاد اوميغا يساوي المقام أكيد يصبح لنا قلنا هذا مربع وهذا العدد مربع تصبح لنا واحد مربع وجذر اثنان было اثنان ما اثنان اثنان لاثنان اما على тот عمل إله الجذر اثنان وهذا ماس ut الجذر اثنان في جذره هو اثنان والا و ناقص اي ناقص اي نرطب الآن نصبح زاد اوميغا الحقيقة مع الحقيقة نقوم بتفكيك المقام نصبح اي 2 على ثلاثة ناقص اي جذر اي 2 على ماذا على العدد ثلاثة هذا هي لاحقة مركز هذا التشابه فقط يا ابنائي نأتي بعدها ابنائي للجزء الاخر قال احسب مساحة الدائرة التي مركزها c ونس قطرها cd نعلم ابنائي انها هكذا لاحظوا جيدا قال مركزها ماذا مركزها c ونس قطرها cd يعني هذا هو r اذا cd اذا نكتب هنا حساب مساحة الدائرة غاما اولا عندنا فنقول ان نسمي هذه المساحة تكون s اذا سميناها s غاما هكذا s غاما تساوينا ماذا معروفة انها تساوينا p في r مربع وتساوينا p في ماذا في cd مربع لان نسب القطر قلنا كم يساوينا cd هنا مطالبون بحساب الطول cd هكذا اولا قبل ان نتي نقول تصبح لنا zd ناقص z c zd نحن نملكه ها هي واحد ناقص e ناقص zd هو ليصبح لنا ناقص واحد ناقص e تصبح انه هذا يذهب مع هذا تصبح تساوينا ماذا تساوينا ناقص اثنان e قلنا كل عدد تخيل لصرف طاولته ننزع له ال e والناقص إن وجده فيصبح لنا اثنان فماذا تصبح لنا تصبح لنا s omega تساوي ماذا تساوي لنا ثلاثة عفوا ثلاثة فاصل أو نتركها كمهلية بأفضل كقيمة مضبوطة بي في ماذا في اثناني أو نرتب أفضل تصبح لنا اثناني بي ا يقول أحدكم لماذا وحدة مساحة فقط أبناء إلا أن هنا لا ننسى شيء ربما يقول بي في أر مربع يعني هنا كم تصبح معوذ بالتربية إهذاروا أبنائي هنا هكذا لأننا قلنا بي في أر مربع معناها تصبح لنا المساحة أس أوميغا تساوينا كم؟ تساوينا أربعة أربعة في بي بي أ لماذا؟ أعيد ربما احتى فهم الجميع قلنا هنا بي في أر مربع الأر ها هو قد وجد كم إثنان لما نضعه هنا سبح لنا كم؟ إثناني مربع لهو أربعة هذا هو من ساحة هذه الدائرة فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلا قال عين قاما فتحة صورة قاما بالتحويل أس إذن نكتب هنا تعين من قاما فتحة صورة ماذا؟ الدائرة قاما بي التحويل بالتحويل أس هنا نحن نعلم أن صورة نقول صورة دائرة بالتشابه أس هي دائرة هذا هو الأمر الأول صورة أي دائرة بأي تشابه تعطيكم دائرة هذا الأمر الأول أي صورة قاما هي ماذا؟ هي قاما فتحة هذا الأمر المعروف الآن عندنا نحن صورة الدائرة الأولى ماذا تملك؟ تملك أنها عندها مركزها الذي هو زد سي هذا عندها مركز إذن سي قلنا غاما هذه غاما سي مركزها وعندنا الأر اللي هو كم يساوي الأر يساوي لنا وجدنا إثنان هو نصف قطرها لاحظوا جيدا هذا الأمر الثاني عندنا الآن الدائرة الثانية ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مركز ونصف قطر الآن فنقول سي فتحة مركز إذن نأتي الآن إلى قاما فتحة سي فتحة مركزها وهو صورة سي بالتحويل اس إذن مركز الثانية يكون هو صورة ماذا؟ صورة ما المركز الأول؟ فقط هذه السي تتحول إلى سي فتحة بواسطة ماذا؟ بواسطة التحويل اس معناه هنا يمكن أن نأتي بهذا الأمر هنا أبني ونضع هنا سي فتحة ونضع هنا سي ونحسب سبح لنا زات سي فتحة يساوي أن إي جذر إثنان في ماذا؟ في واحد زائد إي لماذا؟ لأنها هو السي ناقص إي جذر إثنان هنا ننطلق سبح لنا نشر إي جذر إثنان زائد سبح لنا ناقص لأن الإي في الإي يجعلها ناقص سبح لنا ناقص جذر إثنان ناقص إي جذر إثنان يذهب هذا مع هذا سبح لنا زاد سي يساوي أن زاد سي فتحة يساوي أن ناقص عفوا ناقص جذر إثنان هذا مركز ماذا؟ مركز أوميغا فتحة لاحظوا جيد قاما فتحة نعتذر إن ذكرت شيء آخر الآن و يبقى لنا ماذا؟ والنصف القطر نقول و نصف قطرها ك أر أر فتحة حيث أر فتحة ماذا تقول قاعدة؟ يساوي أن ك القيمة المطلقة لك في أر فتصبح لنا أر فتحة يساوي أن الآن ماذا عندنا أولا؟ ألقي عندنا النسبة النسبة كم؟ قلنا لهذا التحويل هي هذه القيمة اللي هي جذر إثنان تصبح لنا جذر إثنان هي النسبة اللي هي الكا في نصف قطر أث الأولى نصف قطر الأولى ها هو كم؟ هو إثناني فتصبح لنا كم؟ فيصبح لنا أر فتحة يساوي أن إثناني جذر إثنان هذا هو نصف قطر هذه الدائرة قاما فتحة فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا الأمر جاء سؤال آخر قال واستنتج مساحته يعني مساحة قاما فتحة إذا نكتب هنا حساب أس قاما فتحة يعني مساحتها نحنو نعلم أن مساحة الدائرة ماذا تساوي أن S قاما فتحة تساوي أن P في Eco فتحة مربع يصبح لنا P Eco لهو إثناني جذر إثنان الكل مربع يصبح لنا S قاما فتحة فتحة يصبح لنا هذه أربعة لما نربع جذر اثنان هو إثنان إثنانه في أربعة كم لا يصبح لنا ثمانية P في ماذا؟ آ أو عندنا كذلك القاعدة ماذا تقول طريقة ثانية تساوي أنها ماذا تساوي أنها القيمة مطلقة لك مربع بالرغم هو التربع لما يربع أكيد سوف يذهب هذا الناقص تصبح لنا هكذا في ماذا في أس هذا هو المعروف فتصبح لنا أس هذه طريقة ثانية تساوي أنها ماذا تساوي أنها جذر إثنان لأن النسبة هي جذر إثنان مربع في مساحة الأول مساحة الأول وجدناها هي أربعة في بي فتصبح لنا كم هذا لما نربعه تصبح لنا إثنان إثنان في أربعة صبح لنا ثمانية بي وإنها نفس الشيء مع العبارة الأولى فقط أبنائك ناتي الآن إلى العنصر الأخير قال عين سيقما مجموعة النقط أم من المستوي أم حيث هذه أملاحظ تختلف عن بي و سي هذا الأمر الأول ذات لاحقات زاد التي يكون من أجلها العدد زاد بي ناقص زاد على زاد سي ناقص زاد عددا حقيقيا سليبا تماما يا أبنائي أرجوكم انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال لأن هذه مجموعة النقط فيها الطلبة كثيرة ويعانون منها أولا معناه يقصد بي أنه زاد إذن نقول هنا تعيين كأنوان تعيين سي أجاما سيجما هذه أولا سيجما أركزوا إذن سيجما هذه سيجما لاحظوا عندنا قال زاد بي ناقص ماذا؟ زاد أي زاد معناه هنا في الأصل زاد أم لأن أم هي لاحقة هي لاحقتها هي زاد على زاد سي ناقص زاد يعني زاد أم هل تتفهموا؟ أنه يكون ينتمي إلى R نجما ناقص يعني عدد حقيقي سالب عدد حقيقي سالب لاحظوا جيدا هذا ماذا يعني؟ يعني أولا أنه لو نحول هذا الأمر إلى أشكال بالزاوية يعني أمور الهندسية فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام لهو MC وماذا؟ وAMB لم أفعل شيء هكذا تساوي تساوي الأعداد السالبة أمروا إلى الأعداد السالبة الأعداد السالبة في المعلم أكيد هي هذه العدد الحقيقي السالبة الأعداد الحقيقي السالبة لاحظوا إلى الأعداد الحقيقة السالبة هي هنا كل عدد يكون في هذا هنا في اللون الأزرق كم تكون زاويته انظروا من هنا إلى هنا كم P ومن هنا إذا كان عدد مثلا إذا كان هنا ناقص واحد كم زاويته انظروا من هنا إلى P لو كان ناقص اثنان كم P لو كان ناقص ثلاثة P لو كان ناقص أربعة P إذن أعداد الحقيقة السالبة ما هي زاويتها زاويتها هي P كل أعداد الحقيقة الزاوية لديهم هي P زايد إثنان كاب هذي لا جدال في ذلك إذن أرجو أن قد فهمتم أولا قلت الأعداد السالبة في المعلم أن الأعداد الحقيقي السالبة زاويتها تكون P أما الأعداد الحقيقي الموجباء ها هي الضائرة انظروا الأعداد الحقيقي الموجباء كم يكون زاويتها تكون صفر لأنه لم نطلق بعد الأعداد التخيلية الموجباء تكون 90 درجة انظروا الأعداد التخيلية السالبة سوف تكون ناقص 90 لاحظتم هذه الأمور حتى تفهموا جيدا أما الأعداد الحقيقية كليا أعداد الحقيقية ما هي زاويتها اسمعوا جيدا حتى تفهموا من هنا قلنا الزاوية كم هي P من هنا إلى هنا الزاوية صفر من هنا إلى هنا هي P على إثنان ومن هنا إلى هنا إنها P ناقص P على إثنان هكذا هذا هو الأمر المعروف أما من الأعداد الأعداد التخيلية كلية والأعداد الحقيقية الكليا يعني ملخص كلي أعداد الحقيقية نرموز لها بـ زاويتها هي كابي يعني إذا كان مجب الكا يكون عدد زوجي وإذا كان سليب العدد يكون فردي وانتهى أما الأعداد التخيلية فيكون نوضف 90 درجة زايد كابي إذا نجد لنا 6 حالات الآن نحن نتحدث عن حالات واحدة أرجوكم يا أبنائي اسمعوا جيدا على ماذا أقول إذن فيريد مننا حالة واحدة لهي لما تكون الزاوية كم 180 نلاحظ جيدا إذا جئنا بنقطة عفوا إذا جئنا بنقطة اسمها C ها هي C وعندنا نقطة أخرى اسمها مثلا B هكذا نتابع جيدا إذن وعندنا مثلا نقطة M عندنا هذه نقطة M لاحظوا هذه النقطة M ماذا سوف يحدث لها ها هي النقطة M تتحرك أكيد على موضع مؤين انظروا نحن ماذا قلنا قلنا الزاوية الموجهة ما بين M و M يعني زاوية المقام ثم زاوية البسط الزاوية المحصورة بينهم هي B زاية إثنان كابي هذا لا يهم المهم هي 180 يا أبنائي لاحظوا لو تكونوا عندنا هذه النقطة M في هذا الموضع أركزوا أرجوكم قال M C ها هو M C ثم M B كم هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع M B و M C يقول أحدكم لا أعلم إذا كان إسمعوا إذا كان الشعاعين في نفس الاتجاه وهم متوازيان فالزاوية هي صفر إذن إذا كانت هنا الزاوية كم تكون صفر نحن ماذا نحتاج نحتاج ال B إذن موضع لا يناسب ما رأيكم لو كانت في هذا المكان لاحظوا كذلك M C مع ماذا مع M B نفس الاتجاه إذن الزاوية كم الزاوية صفر لا نحتاجها نحن نحتاج الزاوية كم نحتاج الزاوية إسمعوا جيدا 180 ما رأيكم لو كانت هنا في الوسط وليس بالضرورة يعني في المنتصف المهم في القطعة تصبحنا M C و M B كل شعاعين متعاكسان في الاتجاه الزاوية بينهم هي 180 إذن ما رأيكم ما هي مجموعة النقاط لاحظ لو كانت هنا 180 هنا 180 هنا 180 هنا 180 إلى غاية هنا 180 ما هي مجموعة النقاط مجموعة النقاط هي هذه القطعة المستقيمة لماذا لأن لها الحق أن تتحرك من C إلى B فقط من C إلى B فقط يعني قطعة مستقيمة أما لو قالت حقيقيا موجبا لكان لها الحق أن تسبح في هذه الأماكن وهذه فهنا نقول مستقيم باستثناء القطعة المستقيمة C B أو B C وبما أن هنا عندنا حقيقي سالب فتكون النقطة M تتحرك إلا على هذه الأمكان أعيد لماذا حتى تبقى لنا شععان متعاكسان فيصبح قيمتهم كم الزاوية المحصورة هي 180 إذن ما هي مجموعة النقاط مع عقل M تختلف عن B و C نقول مجموعة النقط التي اسمها هنا سيجما حتى يكون زاد B ناقص زاد على زاد C ناقص زاد هو عدد حقيقي سالب تماما هي القطعة المستقيمة من القطعة المستقيمة اللي هي C B أو B C باستثناء ماذا ال B و C يقول أحدكم لماذا لأن قال M تختلف عن B و C معناها القطعة المستقيمة المستقيمة المفتوحة مفتوحة الطرفين معناها إذا قلنا هنا B عفوا B C فتكون هكذا أو C B المهم هي قطعة مستقيمة باستثناء نقطة المقام نقطة المقام هي النقطة C لو قال تخيليا التخيلي قلنا أنه نتعلم مع 90 درجة لو قال ما هي مجموعة المقاط حتى 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 العد تخيلي فتكون ضائرة لماذا أبني لأن تكون تكون سوف نشرح كل شيء حتى تفهم جيد إذن ماذا تصبح تصبح أنه هذه النسبة يساوي P على 2 زايد ك P فماذا يكون 90 درجة 90 درجة معناها زاوية المحصورة هنا هكذا يعني P على 2 زايد ك الآن ما طبيعة المثلث يصبح طبيعة المثلث هو مثلث مقائم في النقطة M فكل مثلث قائم يوجد دائرة تحيط برؤوسه فتصبح لكم مجموعة النقطة هي دائرة باستثناء C لو قال تخيلي صرفا موجبا لقلنا نصف دائرة العلوي لو قال تخيلي صرفا سريبا لقل نصف الدائرة السفلي فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية واضطرحهم على روحهم الطاهرة كما أقول لكم رمضانكم مبارك وكل عام أنتم تصومونه بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا